في خبر محزن أبكى قلوب متابعين من عشاقهما خرجت ملكة الجمال الجزائرية الأميرة سمارة يحية معلنة عن انفصلها عن محمد أبو كبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني رسميا وذلك من خلال حسابها الرسمي على انستجرام قال السمارة حسبي الله نعم الوكيل الذي قال فيا ما ليس فيا ونسب إلي ما لم أفعل تكلمت من قبل وكل كي يجي الوقت المناسب نخرج ونعلم بصحراني نشوف ناس راحوا بعيد بالزيف بتدخل في حياتي الشخصية وصلوا لعائلتي ووصلوا ويرسلوا ناس نعرفهم حتى يعرفوا حياتي أنا الوحيدة الأدرة بحياتي وبشيء لي عديت علي والأشياء لي دخلتني في فترة من حياتي في دمار واكتئاب نفسي غير ربي يعلم به وماكنش مرأة تحب تخرب بيتها إلا إذا صح العلاقة أزتها وبكتها أكتر من إنها فرحت مش حابة ندخل في تفاصيل أكتر لنحكي على أي شخص الحمد لله تربيت نخسر ونفارق وما نقزيش حد ممكن الناس تشوفها ضعف لكن بالنسبة لي نقطة قوة ما تربطني حتى علاقة بالطرف التاني وما عندي أي دخل في أي شيء يخص حياته أو هو عنده دخل في حياتي وأنا معي إجراءات الطلاق وربي يساهل لكل واحد فينا في حياته ويكتب لنا الخير من جهة تانية إحنا مش أول ولا آخر ناس وأي حد معرض لنفس الموقف وفضلا وليس أمرا اغلقوا هذا الموضوع حفاظا على مشاعري ومشاعر عائلتي لو بتحبوني عزيزي المشاهد لا تنسى لايكو الشراك في القناة مع تفعيل الجرس يسيلك كل جديد مع جمال وراء تحياتي وتحية أصل ثقافة ومعلومة تابعونا